بالمناسبة على ذكر القصة ديت قلت لكم على ثلاث تسجيلات قدمها النهاردة أحمد قندوسي لإدارة الشؤون القانونية في النادي الأهلي من ضمنها عبارة عن مكالمة مدتها ستة وخمسين ثانية دي بقى معلوماتنا احنا من جوا التحقيق احنا جدنا هون اللي قالوا قدامكم قدام العالم كله مش ليه نحنا زين الدين بالعيد بيقول أمير محترم محدش فرض علي وكلاء أنا اللي قررت ألعب في أوروبا دول الثلاث رسائل اللي قالوا في الرسالة بتاعته احنا بقى من اللي سمعنا النهاردة ان أحمد قندوسي قدم مكالمة مدتها ستة وخمسين ثانية لإدارة الشؤون القانونية مضمنها هي مكالمة ما بينه ما بين زين الدين بالعيد بيقولوا فيها زين الدين بالعيد أنا مش هدخل مش هروح الأهلي أنا خلاص غيرت رأيي أنا زهقت بسبب كلام الوكلاء الكتير وموضوع الدخول أسماء أنا معرفهاش ده حاجة من الحاجات اللي قدمها أحمد قندوسي النهاردة وبالمناسبة بعد الستوري اللي كتبها زين الدين بالعيد النهاردة دي أرسل أحمد القندوسي رسالة ردا على الستوري بيقولوا فيها بجد رد عليه زين الدين بالعيد بيقولوا أنا بدافع عن وكلائي القصة ما لقاش علاقة بيك القصة بالمناسبة لم تعد فقط داخليا عندنا لأن ارتبط دلوقتي الموضوع بالكرة الجزائرية اتنين من لعيبة المنتخب الجزائري اللي داخل على توقف دولي خلال أربع تيام من دلوقتي ولا تلات تيام فالموضوع وسع قوي هناك كمان في الجزائر لكن اللي يلم كل ده أن تظهر الحقيقة كيف تظهر الحقيقة بالتحيئات التحيئات النهاردة لو هنسميها تحيئات يعني استمع فيها إلى الطرف الذي يصدر الاتهام وهو عنصر من عناصر المنظومة واستمع فيها إلى عنصر الآخر الذي يوجه إليه الاتهام من جانب الطرف الآخر الأولاني أمير توفيق ليثبت قوة موقفه طلب أن يكون موجود في جلسة الاستماع بتاعت أحمد قندوسي النهاردة لكن أحمد قندوسي ووكيله تحديدا وكيله رفض وطلب من شؤون القانونية لتكون الجلسة بينهم هما الاتنين فقط علشان أحمد يتكلم برحته دون أي حرج وده اللي حصل حصلت الجلسة الأولى ولاحقا حصلت الجلسة الثانية وإن كان اداي طرف أحمد القندوسي إن الجلسة الثانية كانت بعد ساعات كتيرة من الجلسة الأولانية كانوا عايزين دي تبقى وردي مباشرة عشان ما تخرجش معلومات وتجهز الردود هكذا انت عارف وقت التحيئات بتبقى الأمور شوية فيها تنشنة وعلى الوحدة شوية ترجمة نانسي قنقر